مفاجأة مدوية خلف كواليس القمة بين الأهل والزمالك لحظة تاريخية بين الشيكبالا وإمام عاشور في مباراة القمة الحماسية بين الأهل والزمالك في نهاي الكأس حدثت مفاجأة لم يكن أحد يتوقعها حيث كشف الناقد الرياضي حامد وجدي عن لحظة تاريخية بين إمام عاشور والشيكبالا وفي حوار مع سيف زاهر على قناة أون أكد حامد وجدي أن إمام عاشور لم يلتق بشيكبالا منذ انضمامه إلى الأهل إلا في المباراة الأخيرة وكشفت الكاميرات عن لحظة مؤثرة حيث اقترب عاشور من قائد الزمالك ورفعت تيشيرت على فمه معتذرا لزميله السابق بطريقة ملفتة حدث هذا اللقاء الفريد في الدقيقة النياندر ثمانين من عمر المباراة وأظهرت ردود فعل شيكبالا التي تجاوبت مع اعتذار عاشور بإشارات إيجابية ما أضفى جوا خاصا على المباراة وأبرز جانبا إنسانيا بين اللاعبين تلك اللحظة الفارقة تركت بصمة في قلوب عشاق الكرة وأضافت بعدا إنسانيا للمنافسة الكروية الشرسة بين الفريقين فتاريخ القمم لهذا اللقاء سيظل حديث الجماهير لفترة طويلة